أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم الجماعة عنصار السنة سابقا وتوحيد الآن على المحاضرة الجميلة والله حقيقة أنه أني استفدنا الليلة من المحاضرة كثير في التوضيح والتوضيح الدين والحاجات لكن أنا بس داير أقدم لكم نقضي شوية كده أنه الليلة أدتوا وعنصار السنة وحزب الأمة الغومي تراثة تنظيمات شقالين فوق يوم واحد جماعتين وتنظيم واحد شقالين فوق يوم واحد في حين أنه أني أبقى الأيام دي ما لقينزانة تنظيم الناس تناغش معايا ولا تشييف المشاكل الجامعة قاعدت آيني منها زادا فأنترين أنكو يا أخت تنظم قلتم مثلا تمسكوا لوكو يوم أنصار السنة يوم ناس حزب الأمة يوم الكيزان يوم حركات دارفور برضو يوم وشكرا له فيها يوم لا لا ما عندي سؤال بس فالشاب دا قال جماعته في يوم واحد ثلاثة تنظيمات انتو وانصار السنة والناس ديل حزب الأمة القومي وبرضو طالب برضو ناس دارفور يكون عندهم يوم وكذا نحن أول شيء زي ما ذكر قبل شيخ مزميل نحن ما حزب ولا جماعة ولا كذا ولا عندنا تنظيمة جماعة والله لا أفين الله يتقبل أصلا إخواننا ديل واحدين جوا من الشقيلاب واحدين منهم بد هنا وأنا قلت عندي موتر عطلان بعدين بعدين تير روكم ما دم شو لزوني بأي جاي والله ما تزوغوا بعدين في لزة بأي جاي بعدين دوني تلفون بعض أخواننا جيت يعني ذكروني بالركن وجيت أو المنتدى فما في شيء ما في تنظيمة جماعة تنظيم بتاع جماعة وكذا أما تنظيم بمعنى إنه الناس يتنظم أي ناس يكون عندها يوم ده يوم من الطلبة ديل أخواننا ديل بيش هادوا بالكلام ده انقطع فترة قالوا في امتحانات وبعد الناس انقطعت وبعد ذاك جينا راجعين لليوم ده بيدليل إنه مع الساونات القبيل القوية دي في طلبة كانوا واكفين بيجاي صاح ولا ما صاح ده دليل على إنه عارفين الشغل ديشنو مرتبة بعدين ديلك جو ديلك بتاعين الفوضى فهي التنصيحتك دي تخش لبتاعين الفوضى ديلك تقول لهم أنه نحن الحمد لله بنجي كله أربع واسمين الليل أعرف بنجي إن شاء الله كل أربع أما بتاعين الفوضى ديلك ما عندهم موضوع واحد يا أخي بيل بتكلمين قال نحن موضوعنا الأساسي عمر البشير ده ليه تلاتين سنة يمزك البلد يعني ده موضوع شنو الأساسي وده المزعل ليه تلاتين وما مسكه تلاتين أها يمكن يمزكه تاني تلاتين تقبل وين ده أنا عارف انت تتقبل وين نحن أسيهم نحلم الغيب لكن يمكن يمزكه تاني تلاتين أها ما عندك موضوع إلا ده ويكورك وجوطة ده موضوع ليه الرئيس يمزكه تلاتين سنة انت ما عارف الكلام ده أقرأ سورة العمراء انت ما جايب خبر هو الشغالة دي من تحت هنا هو قوة انت قال له وين الشغالة قل اللهم مالك شنو الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ده موضوع وده التانين ده الموضوع وحزب الأمه ده ليه هو بتاعي تاريخ ده لس برضو الليلة بيقوا زي أستراليا نحن زمان ونحن كذا برضو بتاعي تاريخ برضو ده اشتغلوا ده لك ياهوب جلابية عندها جيبين برضو موضوع كراري تحدثوا عن رجال كالأسود الضارية خاضوا اللهيبة وشتتوا كتل البغاة الباغية ولا شنو الغزاة الباغية هوك وعبداللطيفة وصحبه ده موضوع يهو تاريخ ونحن البلد دي وإلى آخره وده يرين تاني يمسكوها وانحن من الاوز والزول المومن ده حصيف وكيس إذا تمسكت عندك جيبين منسي واحد بي قدام واحد ور يمسكوك كيف تزاته شغلتك بالجوطينة بعضين وأما دي لأجماعة أنا وريتك لهم دي صار قيل وراهن سي النارات نازي لأخ بتاع المركز عام دي بتاع اللخبة وانا قبل قايلون إصلاح والإصلاح والمركز عام كلها لخبة سايا ناس غلبتوا نشغلها جماعة كانوا زمان توحيد وسنة ويدعون بالشباك هس يبدخلون بالباب ذاته زمان جدع بالشباك واحد كنت بدرس معاه قال ليه مشيت منطقة في شباك كبير بيوزن الزولر بعد بيدعوه أسي موش يدعوك بالشباك أسي بيأكله سوا الرز بيقو يأكله سوا شغلت دي ما جاثت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع شنو ملتهم والصوغية دي المنهج منهج يهود ونصارى ما شفت تطبيق عملي اللي زيريق مشا وين مشا السعودية مشا قاعد في المدينة ومكة يعلم الناس الدين قال ماشي يعلم الأمريكان الدين دار يدخل فيهم شريحة بتاع الصوفية وأمريكان نحن بيش غلتنا الواضحة دي ودلة وكذا وكذا بينها ما قبله انت ماشي تقول له نشيله دربوك دقوه وده يلبسنه طيارة ده يطيره بيك يا بليدي انت ما بايمشي دار تبقى أمريكان صوفية دراويش دا قدقوا يلفوا بكراع واحد وكذا يقول دل لا فينا العالم ملخبتنا وانا ما عندنا لون شيء لكن فينا اتى المطاف دا دل مناج بتاع يهود ونصارى يا خنبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم شنو مساجد زي ما اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الليلة الصوفية اشتغلوا نفس الشغل ابنه فوق الميت قبر يعني فوق القبر ابنه قبة وبعد ذاك تبركوا بالتراب وطوفوا بالقبة ويالحقنا وافزعنا يا الشيخ وكذا وكذا وبتعلم الغيب وبتد الجنة دا مناج باطل رضو عن انصارى السنة كيف نازلنا دار عارف رضو كيف اذا زول انت بتنتقدو وشايف كتا زول كافر ما بصلي وراك شايف انصارى السنة كافر ما بصلي وراو الخلاون يرضو عن بعض شنو ويضربهم مثل اقتل الدال وهابي قبل الداب ويزا لقيت وهابي بصلي ابقى ماري ويزا بياكل انفض يدك النازل بيقول ياكل سوى ليه انا دار عارف لانو في النهاية اسمال عثمان مش عليهم وجو كرمو مرشيد الطريقة السمانية ودك بيالاخونا دا سأل عن كاشكوش انا طبعا من رفاع من الجزيرة هناك دنبل بيلا يااخ دا كاتفيدا دفرني في تدفر شديد خان الله ما عندي اي معاو اي مشكل الا في الدين دا ادفرني دا عني بالباب بغادي وكذا وانا عندي رد عليه واسمع بتستفيد منه ان شاء الله تعارف كاشكوش دا عنده ستة مسائل ملخبتة فيها لخبة عجيبة جدا واما الزنادي دا لقى هنا في الحرم قال كلام العلمة ديلا الالبان وغيره من العلمة ما تاخد منه من الجرح والتعديل اخد منه من العلم بس يعني الجرح والتعديل ما تاخده من العلمة تاخده من منه اتا اخونا بتشوفوا الناس زهد وتشوفوا كلامهم سمح تنص الآية سبع طاجر كيش دا يبت لصب عطار اللي طوان طاير لا سيبكورك وهو بقولك تنص الآية كذا وكذا جينا ناقشنا بها دلة وكذا بيقى يضارب في ناة المطاف يدفرك ويمرقك برة ويمشي يشتكين لعبهاتنا وهنا وإلى آخره نازل عندهم لخبة في غير التوحيد قال ليه التوحيد بجنبه ما تشوفوا انهم التوحيد في غير التوحيد امشي هزالون زنادي دا قلت لها اخ محمد مصطفى عمد مصطفى سب الصحابة وقال ليه ما سمعته ولا عارفه قلت له خلاص اسسي عارفه تاني لو جاء ما تقدمه والله قلت له لو جاء تاني ما تقدمه بعد فترة تاني اثنى علي محمد مصطفى وذاته الزنادي دا ما تختربون الناس دي بتشوفوا ان زهات نحنا قعدنا معاهم والزهدي دا ما ترك القروش بس لو تشوف الزنادي ما دار قروش ما دار كذا وزهو المسكين ما عنده تلفون وكذا الزهد دا ما ترك القروش بس آجما الزهد دا القحطان قال والزهد عند أولنها زهداني زهد عن الدنيا وزهد في الثنى طوبى لمن أمسى له الزهداني الزهد ما دار قروش ولا دار نساء ولا دار كذا لكن ماذا يمرق من الجماعة دي ناس اللي يمدحوه بيثنوا عليه وشايفهم كذا وكذا وكذا دا لازم يمرق منه وبين الحق من الباطل إلى آخره فالجماعة دي يا أخونا الجاء طالب الناس يتنظم دا يومنا إن شاء الله الأربع باقي الجماعات دا اللي مش يشوفوا لون يوم جو في نفس اليوم مرحب بيهم نحن ما عندنا نتسلط ما مشترين أرض كذا جو في نفس اليوم قالوا حق الحمد لله قالوا باطل بنردم في الباطل دا لو قالوا الحق هنا دي وشيوخهم ما زالوا على الباطل بنردم ودي رسالة أنا أختم بالأخواننا دي النازل بفكون شفاع دار يشغلون ساي نحن النازل أجاب شنو كوراكم في شنو شيوخنا وشيوخنا بس نضرب الأمية الكبيرة فوق قدر ما يسرخوا تحت ديل نضرب الفوق في نهاية المطاف يعرفوا الحاصل ما تشغلنا يغتطيها زماننا ساي والشباب ديل جوا يستفيدوا دارين يمرقوا بمعلومة أخواننا ديلة الآن الحمد لله سألوهم بعض الأسئلة وأجابوا نسأل الله التوفيق للجميع ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله كل أربع إذا مد الله في الآجال وفق بنجي إلى هذا المكان صلى الله عليه وسلم على نبينا